مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم عن البروتينات والفيتامينات والماء في نهاية الدرس لا بد أن تعرف مكونات البروتين ووظيفة البروتين وأنواع الفيتامينات وأهميتها ودور الماء في جسم الإنسان البروتين هيتكون من كربون ومن هيدروجين وكسجين بالإضافة إلى النيتروجين هذا بالمقارنة بالنسبة للكرباهيدرات والدهون زيادة النيتروجين وبعض العناصر الأخرى بروتينات كما موضح في الشكل لحوم، أسماك، دجاج، جبنة، بقوليات، بيض، لبن وهكذا تتكون البروتينات من 20 حمضة أمينة 20 حمضة أمينة بعضها أساسي يحصل عليها الجسم من الغذاء والبعض غير أساسي يحصل عليها الجسم من نفسه يقوم بإنتاجها الوظائف التي يقوم بها البروتين أول شيء نمو أنسيجة الجسم وبنائها وتعويض التالف منها 2 تنظيم العديد من العمليات الحيوية من خلال الإنزيمات والهرمونات العمليات الحيوية لما يقصد بها عمليات التنفس، عمليات الهضم والعمليات الأخرى التي تتم في جسم الإنسان 3 تزويد الجسم بالطاقة عندك 1 جرام يعطي 4 كيلو سعر قلنا في الدرس السابق أن 1 جرام من الدهون يعطي 9 كيلو سعر 4 نقص أو زيادة البروتينات هل يسبب خلل في الجسم؟ نعم 5 زيادة هتسبب لي مرض النقرس والنقص عند الأطفال الخاصة يسبب نقص في نمو الطفل 6 ده الصورة الأمامي بين المفاصل تكون اليوريك أسد اللي هو حمد اليوريك 7 وده بيسبب لي ألم في المفاصل ويكون باللورات من الأسيد 8 وبالتالي يسبب النقرس 9 قارن بين الكربوهيدرات والبروتينات والدهون من حيث التركيب 10 لما نقول من حيث التركيب يقصد به كربون وهيدروجين وأكسوجين والعناصر الأخرى 11 والأطعمة الغنية به 12 طبعا أنت عارف الكربوهيدرات أكيد في الحبوب والخبز 13 عندي الدهون مثل الحليب والزبدة والزيت والبعض الزيوت الأخرى 14 البروتينات كما ذكرنا في البيض والحليب وأيضا في اللحوم 15 الماء 16 الماء كما ذكر في القرآن وجعلنا من الماء كل شيء حي 16 نعم 17 مميزات الماء التي يقوم بها 17 أولا هو مذيب عام وأغلب المواد الحيوية 18 تزوف فيه أو تكون معلقة فيه 19 تاني شيء إنه هو بينقل الغذاء إلى الخلايا 19 لأن الغذاء يبقى سائل داخل الجسم 20 لأنه زائف في الماء 21 وتخليص الجسم من الفضلات 20 يعني الفضلات تخرج عن طريق الماء إلى البول ثم إلى الخارج 21 يسمح بقيام عمليات حيوية في الجسم وينظم الماء درجة الحرارة في الجسم 22 يوصي الأطباء بتناول 3 لتر يوميا على الأقل أو 2 لتر من الماء 23 يحصل على الماء من 24 يعني أنت ممكن تحصل على الماء من السوائل 25 شرب الماء العادي والمشروبات الأخرى 26 الفواكه والخضروات وغيرها 27 ومن الماء الناتج عن عمليات الأيد 27 ممكن أتخلص من الماء الزائد عن طريق الكليا 28 والرئة والجلد والجهاز الهضمي والغدة العراقية 29 أسناء فصل الشتاء 30 لا أسناء فصل الصيف 31 فصل الشتاء ممكن نتخلص من الماء ولكن بقلة 32 وتزداد حاجة الإنسان للماء في فصل الصيف 33 كما ذكرنا لأن الفاقد من الماء هيكون كميته أكتر عن طريق العرق 34 فسر تزداد حاجة الجسم للماء عند ممارسة التمارين الرياضية نعم لأن العملات الحيوية أثناء التمارين الرياضية بتزيد وبالتالي هيكون فقد الماء عن طريق التعرق كبير 35 الفيتامينات 35 فيتامينات للمواد عضوية أساسية لا يستطيع الجسم تصنعها أو يصنعها بكميات قليلة يعني لا بيصنعها ولا بيصنعها بكميات قليلة 36 الجسم بيحتاجها بكميات قليلة جدا وهي هامة لعمليات النمو وتجديد الخلايا والحفاظ على سلامة الخلايا يعني بمعنى أصح مقاومة للأمراض 37 فيتامينات عندي نوعين 38 فيتامينات تزوب في الدهون وفيتامينات تزوب في الماء 39 اللي بتزوب في الدهون هذه الفيتامينات يمكن تخزينها في الجسم 39 ولذلك يجب التخلص منها 40 ليه لإني لا نكسر منها 41 لا نكسر منها بمعنى أننا أأخذ الكميات المقررة دون المبالغة فيها 41 الأمثلة عندي فيتامين A وفيتامين D وفيتامين K وفيتامين E 42 توجد في الحليب والبيض والحبوب واللبن والكب 42 التونة والطماطم الخضروات 43 هذه الفيتامينات التي تزوب في الماء لا تخزن في الجسم 44 وتطرح في البول 44 يعني الزيادة منها تطرح في البول 45 وبالتالي يجب أغذي الكميات المقررة يوميا 46 والأمثلة عندي فيتامين B وفيتامين B2 وفيتامين B9 9 وفيتامين B12 وفيتامين C 45 وتوجد في البيض والحبوب واللبن والكب والطماطم والخضروات 46 يعني لو جاني مقارنة ما بين الدهون وبين الماء 47 وبالنسبة للبيتامينات أو نعم البيتامينات التي تزوب في الدهون 47 زي A وD وK وE 48 عندي A ده يسبب نقصه العشا الليلي 49 وD يسبب نقصه اللي هو لين العظام عند الكبار والكساح عند الصغار 49 وفيتامينات B عموما مفيدة للأعصاب 50 طبعا أنا شايف أن البيض والحبوب واللبن مشترك والكبد مشترك والطماطم مشتركة والخضروات مشتركة 51 أي هذه الخضروات ومع ضل الأطعمة الأخرى مفيدة لجسم الإنسان 51 اخترى عبارات تناسب العبارات الموجودة في العمود الأخر 52 يعني المجموعة ألف ولمجموعة باء وعند الإجابة 52 واكتب الرقم الذي يمثل الإجابة في المكان المخصص نعم 53 عندي الكربوهايدرات الدهون البيتامينات البروتينات 54 ورقم 1 2 3 نرتب أنت أحسنت 54 عندي الكربوهايدرات تأخذ رقم 1 مواد غذائية تخزن في الكبد والعضلات على شكل جيلايكو جي 55 الدهون أحسنت توفر أكبر كمية من الطاقة ليه لأنه أن الدهون الواحد جرام بيساوي الواحد جرام بيساوي تسعة كيلو سور 55 البيتامينات أحسنت 55 فيتامينات مواد يحتاجها الجسم في كميات قليلة ونقصها يسبب أمراض دي من ضمن خلاص الفيتامينات 55 أربعة أكيد مواد تدخل في بناء وتكوين الإنزيمات أحسنت 55 فالذي يسبب الأمراض الموضحة بالصور الآتي 56 ده الكساح 56 أحسنت نقص فيتامين دي عند الأطفال 56 وخصوصا فيتامين دي بيحوله الجلد عند التعرض لأشعة الشمس 55 وبالتالي التعرض لأشعة الشمس يؤدي إلى عدم الإصابة بمرض الكساح عند الأطفال 55 الصورة الثانية الرؤية بالعشة الليلي ون فيتامين ايه ايه برافا رئيك ايه برافا رئيك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة